احتفى للنجم التركي موراد يالدرم وزوجته ملكة جمال المغرب السابقة إيمان ألباني بعيد ميلاد بنتهم ميراي التاني في أجواء مبهرة في حديقة منزلهم الفخم باستنبول موراد وإيمان زينوا حديقة منزلهم بالبلونات والزينة الزهرية ونصقت إيمان إطلالتها البيضة مع لوك زوجها في الوقت اللي تقلقت في ميراي بفستان أبيض منفوش والأول مرة تخلى الزوجان عن إخفاء وجهها في السوشيال ميديا وظهرت ميراي بكامل ملامحة في فيديو متداول من حفل الميلاد حلم تأسيس الأسرة كان بيراود إيمان ومراد من بداية جوازهم والإنجاب كان في أولويات أجندة حياتهم إلا إن إرادة الله حرمتهم من تحقيق حلمهم لست سنين وده بسبب مشاكل صحية عانت منها إيمان فبالفعل حملت مرتين إلا إن فجأة كان نبض الجنين بيقف وبتفكت حملها في الشهور الأولى وده اللي كان بيدخل إيمان ومراد في حالة نفسية سيئة طريق طويل مشيته إيمان مع الدكاترة لحد ما حلمها تحقق بمعجزة إلهية وحملها كمل وقدرت تنجب مولودتها الأولى في أكتوبر 2022